مع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع ساعات قطع التيار الكهربائي وهذا الحال لا ينطبق على منطقة معينة بل على عموم محافظة صلاح الدين الأسباب حصرت بين أعمال تخريبية وضعف صيانة وقلة تجهيز كما يؤكد المعنيون في هذا القطاع وبالتالي فأن المتحمل والخاسر الأول في هذا كله هو المواطن خلال 72 ساعات تم تفجير أمراج نقل الطاقة الكهربائي بعدد 17 برج في مناطق شمال تكريت وشرق تكريت وجنوب محافظة صلاح الدين وبالتالي أدى ذلك لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العلم الدور تكريت الشرقات وكذلك الضلوعية وبلد والدجيل وقد تسبب ذلك في قلة تجهيز وانهدام التيار الكهربائي في المحافظة بسبب هذه التفجيرات التي حدثت في هذه الفترة الحقيقة الأعمال التخريبية التي جاء يصير على خطوط النقل بالكهرباء نحن ندينها بشدة ونستنكر هذه الأعمال بشدة لأنها أعمال تخريبية تأثر على كهل المواطن البسيط ولذلك نطالب الحكومة أن تأخذ دورها الحقيقي وتحمي هذه الخطوط ومنذ من أول وهلة يفترض أن يكون لدور قوي وصارم تجاه حماية هذه الخطوط ممثل المحافظة في البرلمان العراقي عدوا استهداف خطوط نقل الكهرباء محاولات تسقيط سياسية يراد منها النيل من حكومة المحافظة وأظهار قواتها الأمنية ضعيفة تجاه الحفاظ على أمن المحافظة استهداف أبراج الكهرباء المغذية لمحافظة صلاح الدين والناقلة للطاقة الكهربائية بمختلف أنواعها من السوبر تينشن و400 كيبي وكذلك الهاي تينشن و132 استهدافها من شمال المحافظة إلى جنوبها أكاد أجزم أن فيه جملة سياسية تحاول اليوم التأثير على الوضع العام وإظهار القوات الأمنية وإظهار الحكومة المحافظة والحكومة المركزية على أنها عاجزة بين اعتداءات تخريبية على خطوط النقل الرئيسة وبين عطل محطات التوليد الكهربائية وضعف صيانتها يبقى المواطن هو الضحية الأولى من كثرة ساعات انقطاع التيار الكهربائي من صلاح الدين في رأس الحسني؟ أتغير